أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصرة جاء ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد الذي يوافق ذكر استشهاد الفريق أول عبد المنع مرياض رئيس أركاني حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969 أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصرة وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والذي يوافق ذكر استشهاد الفريق أول عبد المنع مرياض رئيس أركاني حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969 وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الظهور على النصب التذكاري للجند المجهول سلام الشهيد سلام زيناء كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبل قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من قبار قادة القوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة